اشتركوا في القناة فيكفي اكثر من اي داعش عاما من القتل والتدمير والتهجد جميع القوى المعارضة في الانسانية من يحتل الانسان فنحن يضبه من يكون امام انظار العالم باتفاقية بين تركيا وبين جبهة النصرة وجولاني فياتي احمد عاو سم Here is the top of the top of the navy Elesabi me eşركوا في الانسان للاسان دولات اتركيا لا تحدث experimentation بيما لا تحدث من الانسان لا تحدث من الانسان ولكن ίكاول onj과 كوب decenn Bartlett لنطلق اي اه وانا في القانس بالإسمان هان synى السعود بقضاء ايسان راح لكن لا المطلق اي شيء غذه distinctم به قانس که كلام لنبدأ بالنسبة للإسمع للسرع والشمال والشرق سوريا السبب عن المتحدي والمتحدي والمتحدة في المدعات والمتحدة مع بعضه مع الحوار وحرروا منطقتنا من الداعش فاليوم نحن وجهاء المنطقة وعشاء المنطقة أن بصوت واحد ندين هذه الأعمال ونطالب المجتمع الدولي الضغط على التركية لوقف هجماتها البقبرية واستخدامها لأسلحة الكيمة الشيخ حميد الإبراهيم الحميد شيخ عشيرة العميرات باسمي واسم عشائر إقليم الفرات نقدم بيان إلى الرأي العام منذ قرون تمارس الدولة التركية سياسة الإبادة والمجازر بحق الشعوب من قتل وتهجير والتغيير الديمغرافي ضد الأرمن والسريان والكرد والعرب لتثبت وجودها على أساس تدمير المجتمعات حيث لا زالت تركيا تسعى جاهدة من أجل القضاء على الشعب الكردي وشعوب المنطقة من خلال سياساتها الإنكارية والقضاء على كل من يختلف معها من خلال نهج سياسة العلم الواحدة واللغة الواحدة والقومية الواحدة تسمح لنفسها بالتدخل في شؤون دول الجوار وخلق الأزمات في سبيل تحقيق حلمها لعادة إمبراطاريتها المريضة وتطبيق الميثاق المللي على حساب شعوب المنطقة لكن ترى العقبة الأساسية في تحقيق طموحاتها التوسيعية قوات الكاريلا ومشروع الأمة الديمقراطية لذا يلجأ إلى استخدام جميع أصناف السلاح المحرم دوليا للقضاء على هذه القوة والإدارة وبحسب البيانات التي تم نشرها ومشاهدتها للإعلام المرئي تعرض قوات الكاريلا الثلاثاء 18-10-2022 تعرق للغارات الكيموية السامة واستجهد على إثرها 17 من مقاتلية الكاريلا في شمال كردستان على يد الجيش التركي هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الجيش التركي الفاشي الأسلحة المحرمة فقد استخدمت تلك الأسلحة مرات عديدة وفي أماكن عديدة أمام أنظار المجتمع الدولي وصمت المنظمات الإنسانية المعنية فنحن وجهاء وشيوخ العشائر في إقليم الفرات وبكل مكوناتها ندين هذا العمل الإجرامي ونحن نحمل الموقع على اتفاقية لاهاي ومنظمة حضر الأسلحة الكيموية في الحروب المسؤولية تجاه تركيا ونطالب المجتمع الدولي بإجراء تحقيق شفاف ومحايد في المناطق التي تستخدم فيها هذه الأسلحة المحظورة ونطالب أيضاً المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية ضد الدولة التركية لمنعها من ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ونناشد جميع أشائر الشرق الأوسط والمؤسسات الدولية والحكومات وجامعة الدول العربية وكافة المثقفين والسياسيين والديمقراطيين العرب والكرد إلى التحرك ضد أعمال تركيا اللا إنسانية وفرض عقوبات عليها وندعو وسائل الإعلام العربية والدولية ألا تكون شريكة بجرائم تركيا من خلال صمتها وأن تقوم بعملها المهني بفضح جرائم تركيا تجاه الشعب الكردي وشعوب المنطقة الشفاء العاجل لجرحانا والرحمة لشهدائنا شيوخ ووجهاء إقليم الفرات كوباني 26-10-2022 ترجمة نانسي قنقر